بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حين ننظر إلى هذا الوجود وتحديدا إلى أجناس الوجود المنظور نجد أن هذا الوجود يتكون من الإنسان والحيوان والنبات والجماد وهي هكذا مرتبة بحسب الجنس الأعلى فالإنسان سيد أعلى في هذا الوجود ثم يأتي بعده الحيوان ثم يأتي بعده النبات ثم يأتي بعده أدنى أجناس الوجود وهو الجماد السؤال هنا إذا كان الإنسان سيدا أعلى في هذا الوجود وإذا كانت أجناس الوجود غير الإنسان مسخرة لهذا الإنسان ولا تتأبى عليه ولها مهمة تقوم بها سواء وصل العقل البشري إليها أم لم يصل بعد فمن هو سيد الإنسان؟ وما هي مهمة هذا الإنسان؟ لا بد أن يبحث الإنسان عن سيد يتناسب مع سيادته هو في هذا الكون وسيد الإنسان هو من وهبه السيادة هو الله عز وجل فما هي مهمة هذا الإنسان؟ إذا ما وجهت السؤال وقلت ما الحكمة من خلق الإنسان؟ أو ما هي الغاية من وجود الإنسان؟ تجد الأذهان مباشرة تذهب إلى العبادة ويذكرون قوله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ غير أننا نقول الغاية من وجود الإنسان تتمثل في مقاصد ثلاثة المقصد الأول العبادة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ المقصد الثاني العمارة عمارة الكون هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها المقصد الثالث التزكية بالأخلاق الحسنة وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا إذن الغاية من وجود الإنسان هي هذه المقاصد الثلاثة العبادة العمارة التزكية بالأخلاق الحسنة أما العبادة فالعبادات عندنا في الشرع الشريف متنوعة ليست عبادات شعائرية وانتهى الأمر لا العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والزكاة والحق هذا نوع من أنواع العبادات لكن هناك أيضا العبادات القلبية اليقين في الله الثقة حسن التوكل على الله عز وجل المراقبة هناك العبادات البدنية أن تستسمر كل جوارحك في أن تصنع بها خيرا في أن تقدم بها معروفا هناك العبادات المالية ليست الزكاة هذه من الشعائر أما العبادات المالية مثل الصدقة وصناعة المعروف والعطاء والسخاء والجود والإنفاق وما شابه هذه الفضائل إذن العبادات في الشرع الشريف عبادات متنوعة وليست هي وقف فقط على العبادات الشعائرية ولذلك حين سأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن المفلس ولو أننا سألنا هذا السؤال الآن لأجبنا بنفس إجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر عن المفلس الحقيقي فهو الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة ومعه صيام أي أنه معه العبادات الشعائرية غير أنه شتم هذا وأكل مال هذا بالباطل وفعل كذا وفعل كذا إذن ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبادات ليست شعائرية وفقط فهناك العبادات التعاملية هناك العبادات القلبية هناك العبادات البدنية هناك العبادات المالية وهكذا المقصد الثاني العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ولن نستطيع أن نحقق عمارة الكون إلا إذا اتسمن بقيم التعاون والتكامل والتراحم فيما بيننا ولذلك الحق سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم بقاعا ثلاث بوصف واحد الجنة والمسجد الحرام ومصر قال عن الجنة أدخلوها بسلام آمنين وقال عن المسجد الحرام نسأل الله أن يرزقنا زيارته لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال عن مصر كما نحفظ على لسان سيدنا يوسف عليه السلام أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين كيف نستطيع أن نحقق الأمن بيننا وهو سبيل الرئيس لتحقيق عمارة هذا الكون اذهبوا إلى آيات الجنة قال ربنا بعد قوله سبحانه وتعالى أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل فعلينا أن نصفي النفوس من بواعث الحقد والكراهية والبغض وما شابه هذه الرذائل إذا أردنا أن نحقق عمارة الكون وإذا أردنا أن نجعل وطننا في مصاف الدول المتقدمة وهو الأصل الذي ينبغي أن نكون عليه إذن المقصد الثاني هو العمارة فكل إنسان يحاول أن يشارك بموهبته التي وهبها الله عز وجل إياها حتى يستطيع أن يشارك في عمارة الكون أما المقصد الثالث فهو التزكية بالأخلاق الحسنة ونحن نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يختار عنوانا للرسالة اختار الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الحسنة هو الذي يكون أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم بنص كلامه الكريم صلى الله عليه وسلم وجعل صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الحسنة ممن تثق الموازينه يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة إذن هذه هي الغاية من وجود الإنسان فليست في العبادات فقط وإن كانت في العبادات فليست في العبادات الشعائرية فقط بل هناك عبادة وهناك عمارة وهناك تسكية بالأخلاق الحسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لهذه الغاية اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم